الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ذبناهم عذابا فوق العذاب لما كانوا يفتدون ويوم نبعت في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتابة بيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين إن الله يأمر بالعدل والإخسان وإيتاء بالقربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعرف لعلكم تذكرون وأرثوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيبها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كمتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاة تتخذون أيمانكم تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربان الأمة إنما يبنوكم الله به ولا يبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضي من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون